كيف الحال صباحكم ورد وياسامين مشاهدين مرحبا بكم معنا هذا الحلقة من برنامج كيف الحال اليوم سنهتم بها بالطفولة الصغرى بولداتنا الناس اللي عندهم عكدا ولدات في سن صغيرة واللي يتعبوهم أحيانا في أنهم يرفقوهم في الأشياء البسيطة ديال النظافة الشخصية ديال أنهم يبسو حويجاتهم أنهم يوجد رسهم بحلتهم يكلوا ماكلتهم بحلتهم هذه المسألة كتوصل واحد لقيتك يتعبو منها خصوصا الأمهات شيء أكثر من الأباء أو الناس اللي مرافقين للأطفال فالعديد من الناس اللي كيتموا بالتربية الإيجابية تكون عندهم بعض الأدوات والآليات كيف يشنع المولداتنا في واحد سن صغيرة أنهم يستقلوا بداتهم أو يقوموا بهذه الأشياء البسيطة بحلتهم طبعا تحت المراقبات ديالشخص بالغ أو ديال الأباء والأمهات موضوع كهذا سنتكلموا فيه مع أخي سائية كيف ما قلت في التربية الإيجابية سيدة هاجر مجبار أهلا بيك للهاجر شكرا للعزيزة مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة الاستقلالية لا نقولش الاستقلالية بالدات كيف ما صبخوا قلت وإنما أنه يكون مستقل أو لا قادر القدر على القيام بمجموعة الأشياء بحلتهم هذا الطفل الصغير هي مسألة لدور ديالنا خاصة العلموها لولداتنا باش ما نجي وشو نقوله واحدنا روحنا نسمعه في بعض المكالمات ولا والدي لما كانش حداه ما يدرش تمارين والدي لما لبستوش ما يلبسش والدي ولا بنتي لما داتش لا هادي ما غادرهاش فباش ما نبقاش نسمعه بحالة بنوع دير الشكاوى شنو الحواج البسيطة اللي خصنا نديرو مع ولداتنا باش يتعلموا التخلالية جزتما الأوطنومية مهارة لتكتسب ما تكونوش أوطنوم من الصغر حتى الرادع تتعلم الرادع مين تيخلاق هو تتجي واحد الأم تتسو تتردعو تتوكلو اللي عايش فيه الوليد دينا يكون تيحترم المعايير والقياس ديال الوليدات الصغر أول حاجة مثلا هاي غر هذك اللي هذك الفراش ديالولي تيكون أباغو تيكون بهذك العويدات ما تيخليش الوليد من يفق بوحده مثلا نينوت اليوم عرفنا باللي الاستقلالية تتبدأ من البيت ومن الشامبغ ديال الوليدات الصغر نديرو لهم واحد الفراش اللي هو غر في الأرض بحالي كانوش حال هادي تيكونو تيناعثو الوليدات الصغر أما طلع في الأرض عندو إن بوتيت بروتيكسون من الهنا من ديو كوتي باش الوليد تيكون مستقل بدايتو من الصغر نطاو كالك كديرو هذك اللي مثلا كيخاف على الوليد ينودو يمشي يحل الباب ولا شي حاجة بحال هكذا ني تيكون صغير ور مازال احنا عنا واحد لامتخيز تنقطو نتحكمو في الجزد دولي ذاتنا نعم إذن في البيت مثلا غادي يكون لسيكوريتي هذين قم ينجيولو للشامب باش نحترموا الاستقلالية ديالون وفي نفس الوقت السلامة ديالون ما يكونوش لقياس ديالتون ما يكونوش هذوك القنيتات اللي هما تيجرحوا اللي تيغواغ نسدتوهم دونك لاشا بغتكون أميناجي دوتال مانياغ اللي تخليل الوليدات ديالنا في الأمان في الأمان وياخد الحاجة الثانية حاجة اللي هي واحد نقطة اللي هي تزبن بسيطة عند الأباء وهي مهمة الوليدات أشاكوة تيبغوا اللعبوا باللعب ديالهم تعيطوا الوليدين ما ما جبدلي هذي بعيدة عني حيث احنا يا كأباء نضام تنبغي ونحطوا ذاك شي مرتب ومقال على حسب الأب والأم ما تنفكروش بلدك الوليد هو ليخصو راسو يجبد هذاك اللعبة ديالو باش يلبي واحد الحاجة ديالتالتالوم حيث اللعب عند الوليدات تيستاجبوا الواحد اللي بريود سنسيب تنسميهم في تربيا واحد الفترات محساسة الوليدات من الصفر حتى الست سنين عندهم هذة الفترات الحساسة اللي تتعلموا راسهم بوحدتهم غايتعلم يتمشى بوحدهم ديالغ ما تنعلموه شي يتمشى غايتعلم يهدر بوحدهم غايتعلم يلبي واحد المهارات اللي بغي يتعلمها دون مانياغ ناتوريل اي انكونسيانت إذا نحنا نردو البال لهذة الفترات الحساسة ديالتالنا ونردو لهم اللي بيستيالهم باش يقدو يهزوا اللعب اللي بغاوا ويكونوا مستقلين بداتهم تنعاولوهم من بعد نعم نقطة الثالثة هي الأعباء ان جنرال تيبغيو يلبيو واحد الحاجات باش يساريو بزربة مثلا الولدي غا يبغي لبتحويجو الصباح لمدرسة أجي والدي لبتلك حتى أنا مزروبة أجي نستلك ليشو صور ديالك أجي نوكلك دونك احنا الاحتياج ديالنا باش نساريو بزربة مثلا نخليفش الولدات ديالنا يديرو إذن سيسا هاداك المرافقة دولداتنا خصاص سبر خصاص سبر خصاص هنكونوا واعين سي لابقية دو كونسيانس بالولداتنا خصوم يتعلمون من بعد سي لانكوراجم تشجيع تشجيع هو لاكلي هو مفتاح جاميع المهارات اللي بغا نصر لولداتنا أبسط الكلمات اللي هتخرج من فمي سي بادة كليستاتي سي تشجيع مثلا الولدي اليوم كلان وهز الاغتار ديالو داه بوحدي تول كوزينة هادي نقول الولدي شتك اليوم هزيتي تو عدي بغا سلا تابل عجبني الحل منعونتيني ماشي او برافو اسكو تيو عفا اكسيلون مثلا نبقى فاديك الفلسيتاس اللي فلسيتاس لولدات كنتك شي معقول ماشي زايد على الحدي ديالو نركزوه المجهود اللي دار الولد حتي تجيع اللي اوريانتي افور الوحك اللي فلسيتاس اللي كمبيمان غيزولتا نحنا مبغيناش لغيزولتا نحنا بغيناش لغينا نفتقني دا كالولدي رح تيتقاتل اليوم وغدا تجيع بلس أنني دان انكوراج ما بلس اللي تيقف النفس ديالو تيقف راسو وتيبغي يشارك تهوف المهم ديال ديال بغي عاود يعني هذيك الفعل مرات أخرى من تكون عنا ولدات مثلا اللي ما انتبهناش هذة المسألة في سنة صغيرة حتي قدمها بدينها بكري مع الولدات قدمها تيوصلوا لها الاشياء الجميلة اللي تتكلمي لها في واحد الوقت مبكر تلقاوا بعد المرات وليدها اندو 12 عام 13 عام فوضاوي وما يبغي دير تاشي حاجة بوحديته وإلى ما وكلتي ما يأكل وإلى ما ملبستي على الأقل تتبقى تهبعوا دير 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 كيفاش هذه الحالة هذه العالجوها في هذا الوقت هذا يعني وخا كبر شي شوية واحد لديها اللي سنتمشو عليها زيما في التربية سكو إنه جام يتخو تغضيق في حياتنا كاملة كلما كان عنا هذا كان عاليات بيانسور إلا كانت عنا هذه الرغبة في التغيير نرافق وليدتنا إن أفن اللي بدأ مثل تسنين تيكون بحل عجيناد غياتي تيسمع بلوس تيكبر بلوس حنا أنا بزوان بلوس دي بسفة صبر وبزاف دي المرافقة في هذا الوقت دي 12 العام الطفل تيكون وصل المرحلة اللي تيكون منطقي تيخدم بالفكر كثر من المشاعر إذن غنقص مع ولدي غدين ديرو شنو تنسمي في التربية الإيجابية البحث عن الحلول غدين 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 حط المشكيل اللي أنا عايشة فيه مثلا والدي منتن دخل لبيتك وتلقاه بحلقك مرون ما تيجميش لحال تيعصبني وانا منتن تعصب ما تنبقاش نتحكم في واحد التصرفات اللي تنذير معك وتندمع لهم أنا الغرض ديالي من البيت مجموع هو نكون أنا وياك وباباك واخوتك عايشين في واحد اللي هو مريح واحد لغموني فاميليال نوك أوليش لوت تقتارح تنخدو المقترح حاسد وليداتنا لأبا الفكرة اللي يخصون يخدم ذاك ما عندهم مش دابا عندهم سيطرة باش يوصلوا واحد لأمر لوليداتهم ولكن سيف لكور تغم احنا ما بغناش نربي وليدتنا في الكورتار نعم بغنان نقلمهم مهارات سور للون تار نعم مدى البعيد وانا سترافكم حياتكم كاملة ما يكونش تخاف من الأب ومن الأم إلى مغوط سعلي غينوضي جمع بيته ولاني هو من رأسه تكون عنده هذيك لوتو دي سيبلي نعم يخصي يكون موتيفة موتيفة يعني شنو الدافعية اللي غا تخلي غا تينوضي يجمع البيت ولا غا تيبس حويجاته بوحده ولا من غير مثلا تشجيع اللي كيقلب أليدي الأبا والأمهات أو لأنهم يشوفوه بوحد شكل معين شنو يقدر يكون دافع لهذه الوليدات هو اللي غا تيعطيه لنا نغانديرو معه لغوشيخ دو سوليوسون غا تقول لوليدة بنتا شنو تيعجبك هكا في البيت مثلا من مرون وماما أنا مثلا نعرف فين جمع مثلا حويجي وخايدة المشكلة ممكن فلوغانيزاسون ديال الحويج ديال بلاكار أجل نصابهم أنا ويك نديرو هنا مثلا بترتيب ديال الحويج لليفغ ديال كلها كم مليوحين مثلا ما ما تتجيني لطاجر بعيدة ما تنوصلش نحط ممكن عندو واحد ببليوتك كبيرة دوك تنحاولون نلقاو الحلول المجموعين لهذا العوائق لهذا العوائق وتتولي بحل عن كونتران انبت كاريما في غريقة غير بواحد الطريقة اللي هي مريحة ونقولو صافي هذا سي لكونتران ديال الشامب ديال والدي ولا ديال بنتي وغداي لما تجمعش وتنديرو لسنكسون إيدكاتي التربية الإيجابية ماشي غير تنخليو اللي يتشنو ما بغايدير كايين لكونسيكنس لوجيك لكونسيكنس ناتوري ستا دير كايين العواقب حيث لا تتكلموش على العقوبة في تربية مفهوم لي ووالا لنعناش الحق أنا نعاقبوه لإنسان بالتأديب وتقويم سلوك هاتش اللي كنتكلمو عليه في تربية الإيجابية حيث لا تتولد الحقد تتولد الخوف والانطيواء والكاذيب والغيش يعني الزفة الحويج إذن هذو كاملين إليك اطلع هذو الوليد هذا وبالغ ديال غدا تيكذب وتيخاف ومعنوش تيقاف النفس وتيخش باش ما يتعاقبش وهذا لا تنعطيوه العواقب تيال الأفعال ديالو متاكلو متصفقين عليها مثال متالا متصفقنا أنا والدي هذو نهار ولي غادي دخولها والدي عايفا قد تزول حويجك يكتصفقتي غادي تديرون في هذلي تاجيخ واخا ولما قدرتهم مش شنو قدوا نديره واخا ما ما نقدر ما نمشيش مثلا هو نقدر ما نمشيش لباق نهار لحد الصباح أنا وياك متأكدة ولدي أعم تأكدة ولا شي حاجة كنبغيها مثلا شي حاجة هو مشي أنا اللي نبززها عليه حت الفرق ما بين العقوبة والتأديب والتقويم السلوكي هو النية وراء هذك الفعل اللي غادي ندير مثلا إلا كنت أنا كأب غادي نوريه بلي أنا اللي تنحكم ما غايمشيش أنا عاقب إذن هنا عقوبة ولكن إلا خليته يعرف بلي التصرف ديالو ولد عندو عندو واحد العواقب هو الراس وتتقبلو ومن بعد تيولي يكوبير تيشارك في تعرف في الحلول يعني هنا غادي نقولو بداية تتمرن على الحقوق والواجبات بغيت واحد الحاجة ولكن أنا مجبر أنا نندير واحد الحاجة مو ماشي مجبر وإنما تيخصني نقوم بواحد العمل باش نقدر نوصل لواحد الحاجة معينة وهكذا دي الحياة يعني والتحجم تحجم تتجينا غير هكذا تيخص ننديروا لها واحد المجهود تنشكرك بزاف بزاف للا هاجر مجبر الأخصائية في التربية الإيجابية هتكون لدينا لقاءات أخرى أكيد إن شاء الله باش نتكلموا على طرق أخرى حديثة للتربية شكرا لك بزاف وشكرا لكم كذلك مشاهدينا يمكن لكم تعودوا تشاهدوا هذه الحلقة أو أي حلقة من الحلقات سابقة دي البرنامج كيف الحل على موقع My2M على موقع 2M.ma أو على l'application My2M شكرا لكم إلى اللقاء شكرا لكم